وفي إطار مشاركة السمو في عمل المؤتمر الدولي للتغير المناخ في باريس التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء بأخيه صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة حيث نقل سمو تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله لأخي سمو أمير دولة قطر وتمنيات جلالته لدولة قطر الشقيقة ابتراد التقدم والنمى وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى بحث الغضايا المطروحة على أعمال المؤتمر كما تطرق سموهما إلى الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة ما يتصل منها بمواجهة التطرف وجرائمه وأبلغ سمو أمير دولة قطر الشقيقة صاحب سمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بنقل تحياته إلى جلالة الملك المفدى وتمنياته للبحرين وشعبها كل تقدم وازدهار كما التقى سموه في اللوبرجي حيث ينعقد المؤتمر بالعاصمة الفرنسية باريس في عدد من القادة ورؤساء الحكومات بالدول الشقيقة والصديقة المشاركة في المؤتمر واستعرض سموه وحفظه الله خلال لقاءاته العلاقات القائمة بين مملكة البحرين وهذه الدول وما يربطها معها من تعاون وثيق في شتى القطاعات إضافة إلى بحث القضاء المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الدولي للتغير المناخي 2015 والتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون نحو كل ما يعزز الجهود الرامية للحد من الإضرار بالنظام المناخي وتأثيراته السلبية على الموارد والإنسان ودعم الخطوات التي تسهم في الوصول إلى اتفاقية إطارية في هذا الجانب ترجمة نانسي قنقر